منتج جديد يلقى رواجا لدى باعة التذكرات في جراوند زيرو قمصان تحمل صورة أسامة بن لادن عدو أمريكا الأول سابقا أحب كيف يظهر وأحب الشعارة على القميص لا أعتقد أن الناس يجب أن يتربحوا من هذا البعض يعتبر أن استخدام بن لادن بهذه الطريقة يعبر عن ذوق سيء لكن بعض الشركات لم تدخر جهدا لاستغلال المناسبة فصانع القمصان هذا في بروكلين عمل لساعات إضافية بعد سماعه بالنباء تلك الليلة هرعنا إلى الحاسوب وعملنا على بعض صور بن لادن وتصاميم القمصان ثم وضعناها على الإنترنت وعندما استيقظنا في الصباح سجلنا بعض المبيعات التي سرعان ما ازدهرت خلال يومين تضاعفت المبيعات على هذا الموقع ثلاث مرات والمنافسة الشديدة جعلت صاحب الفكرة يطور تصميماته لدينا اقتباس هنا من فيلم هانج أوفر وهو من القمصان التي باعت كثيرا كل ما فعلناه أننا استبدلنا صورة الطفل بصورة بن لادن وعندما تلبسها يظهر وكأنك تحمل أسامة لكن صاحب المبيعات الأعلى ليس الإرهابي السابق بل هو الرئيس باراك أوباما فمبيعات التذكارات الخاصة به ارتفعت بشكل مذهل محققة انتصارا جديدا للبيت الأبيض